هذا المعارك الضارية التي قادها رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس دبيتنو ضد جماعة بوك حرام وذلك من أجل الدفاع عن الوطن والمواطن في عمليات حسكنيث بولاية البحيرة حيث أقام المجلس العالى لشؤون الإسلامية فرع ولاية مندول شلاط الغائب والتي عمها فديلة شيغ الإمام أسمن النور وذلك بهدور سياسي وشعبي يتقدمهم ولولاية مندول أحمد عبدالله فضل هذا وقد أقيمت الصلاة الغائب على أرواح الجنود البواسل الذين لقوا حتفهم بمنطقة بركرم للدفاع عن الوطن والمواطنين في ساحة القتال بولاية البحيرة حيث صلوا من أجل أرواح مباهرة سائلين المولى عز وجل أن يمنى عليهم بالعز والكرامة والرحمة والمغفرة وللمشابين الشفاء العاجل وأن يحفظ البلاد وبلاد المسلمين من كل سوء أو مكره ولقوات الدفاع والأمر التي تبيت وتسهر في الثغور عن نصر والفلاحة حتى يعم السلام والاستقرار لهذا البلد الميمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر